يا أهلا بكم يا أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينما يمضي بعض الناس في حياتهم كي يقدمون حياة عطائية من النجاح والإصرار والبحث وبعض هؤلاء يكون نديهم من الشغف ما يجعلهم دوما في حالة التواصل وفي حالة تقديم من القطع الإعلامي والصحفي المصري طارق أبو الحسن كان من هذه النوعية فيما يخص المجال الإعلامي باتت وتشكلت لديه طموحات منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما كي يصبح صحفيا مصريا بارزا كان يحب أن يطلق عليه بأنه متخصص وباحث في الشأن الشيعي لكن الموت الذي يوقف كثير من هذه المسيرات ويقف قطار الحياة عموما باغتاء الزميل الراحل في الحادي وثلاثين من مايو أي منذ قرابة اليومين تقريبا أو ما يزيد عن اليومين بيوم واحد وأنهى هذه المسيرة الحافلة بالعطاء من وجهة نظر الجماهير التي كانت تتابعه وتعلق به في الداخل وفي الخارج العربي من هو طارق أبو الحسن وما أسباب الموت حسب ما تم تناقل وتدود الخبر وما ردود أفعال المشاهدين الكرام وبعض المشاهير إليكم المتابعة بشكل شبه تفصيلي طارق أبو الحسن هو مذيع مصري عرف عنه بأنه مختلف وفريد في طريقة حديثه وتصرفه وتصرفه طارق أبو الحسن تحدث ضد الشيعة كثيرا وكان يحب أن يطلق عنه بأنه باحث في هذا الشأن الاسم الكامل طارق أبو الحسن ولد في عام 1969 من الميلاد يحمل الجنسية المصرية ويدين أو يعتنق ديانة الإسلام المهناء صحفي ومذيع تلفزيوني والحالة الاجتماعية متزوجة سبب الوفاء حسب تم أعلانه أنه توفي إثر نوبة قلبية مباغتة أصيب بها نقل على إثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فإن لله وإن إليه راجعون أيضا لم يكن الأمر قاصرا على مجرد وجهات نظر المعلقين أو الجماهير فقط وإنما أيضا كثير من الصحفيين والمشاهير في المنطقة العربية يعلقوا وتفاعلوا مع الخبر الصحفي سيد جميل أبو بكر مثلا حرص على تسجيل هذه المادة الفلمية كمدة رثاء للفقيد تتابعونها الآن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى جواب ربه بالأمس أخونا الحبيب الإعلامي طارق أبو الحسن هذا الرجل الذي سخر وقته وجهده في الرد على شبهات الشيعة الروافض هذا البطل الذي سخر عمره في الذب والدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيعة الروافض يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخونا طارق أبو الحسن وأمثاله من الأبطال المدافعين عن حياض الدين يردون على هذه الشبهات ويبينون للناس أباطيل الشيعة الروافض أخونا الحبيب طارق أبو الحسن سخر وقته وجهده وعمره لحمل هذه القضية على عاتقه ليلة نهار يقدم حلقات للمسلمين يفضح أكاذيب الشيعة يفضح ألعيبهم بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أخونا طارق أبو الحسن انتقل بالأمس إلى جوار ربه فهل لا دعوتم له في سجودكم ومن قبله أخونا الإعلام الحبيب محمد صابر عليه رحمة الله هؤلاء الأبطال الذين حملوا على عاتقهم مصرة الدين وبيان صحيح الدين للمسلمين هؤلاء الأبطال الذين كانوا سدا منيعا وحصنا حصينا في وجه الشيعة الروافض لعلها تكون صدقة جارية لهم في قبورهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهذا العلم الذي قدموه للمسلمين أنصحكم أن تنشروه هؤلاء الأبطال حملوا على عاتقهم التصدي لشبهات الشيعة والدفاع عن صحيح الإسلام والدفاع عن أمهات المؤمنين فهؤلاء موتهم مصيبة والموت مصيبة بنص القرآن الكريم فأصابتكم مصيبة الموت فسمى الله عز وجل الموت مصيبة ونحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله الحي القيوم أن ينير لهم قبورهم وأن يجعلها عليهم روضة من رياض الجنة وأن يجعلهم في روح وريحان أسأل الله أن يكون عليهم راض غير غضبان اللهم آمين 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 أيها سادة كنا معكم نحاول معكم تقديم ما يخص تفاعلات ونبض الشارع العربي على مستوى الجماهيري وعلى المستوى أيضا المشاهير والتفاعلات الواسعة حول خبر وفاة الأعلامي والصحفي المصري طارق أبو الحسن وأنقل لكم وباسمي وباسم سادة الزملاء هنا في قناة الرحمة وعلى رأسها قيادة قناة الرحمة بتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى أن نلتقيكم أرق المنا تقبلوا تحياتي محمد الشاعر في آمن الله ترجمة نانسي قنقر